خلينا نروح لخمسة زاد واحد وللأسف هنبدأ كالعادة من بلاغ جديد عن اختفاء جديد حد اختفى تاني يختفي بقاله سنتين تصدق تصدق يا مؤمن انه بقاله سنتين مختفي الراجل ده مختار من المين يبقاله سنتين ويطلع واحد يعني معرفش يعني نحن هنقدم البلاغ لمين بما لغه للانسانية للضمير العالمي الحر لأي بني آدم واحد مختفي زي زي الناس بمتختفي كتير بيختفوا ويطلع طرح أدوان رئيس حقوق الانسان في مجلس النواب بالانقلاب يقول لك الاختفاء القصري نكتة سخيفة هو فعلا نكتة سخيفة والله انت اللي نكتة يعني انت وجودك في الحياة نكتة في حد ذاته يعني 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 الناس موجودين عندكم والتاريخ هيقول ويعيد يعني بيقول لك والغرب ينظل لنا من خرم إبراياك ده كويس اللي بيبصلك ولا يعبرك اللي أقول لي انت عامل شعرك فين مين النجار اللي حليق لك يعني ده أكسى حاجة يتكلمك فيها لانه ما فيش كلام يتعادل الصورة التانية رئيس مصلحة الشهر العقاري بيقول لك الإخوان هم من فرضوا الضريبة العقاري ونقم بالله طيب الإخوان فرضوها طيب ما تشيلوها مش كده ولا إيه مش انتوا بتحبوا الشعب والإخوان هم اللي فرضوها طيب ما تشيلوها ولا إيه يا أحمد يا موسى مش المفروض يا حمادة ان الإخوان بيأملوا حاجات وحشة تشيلها انت شلت الإخوان بكل المعاني طيب ما تشوف كده بسه يقول له دي حاجة من تبع الإخوان هنشيلها عموما قصة الترابة العقارية قصة قديمة قوي 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 لسه فيها كلام وحديد والشعب في الغالب يعني فاهم وعرف اللعبة السيسي بيدرع أي فلوس يكمل بها العصمة الإدارية والسيسي مش عارف لها هيعمل مشروع الريف ولا الكلام ده لانه ما فيش فلوس وهو وانطاجي يعني وانا قلت أكبر أجذوبة أكبر خزوق خزوق سياسي إنساني مرة على مصر هو يسموه عد الفتاح السيسي الشيخ أحمد كريم قال له مواقف أحيانا كده بينطفض فانطفض وقال الله هو يعني الحكومة عودت حد القانون الجواز ليه حبس الزوج بسبب زواجه التاني بدون اختار مخالف للشريعة مش كده ولا بتحطيها هنا يا سيسي هو أنا أنا واحد اتجاوز واحدة تانية هو مخالف بالشريعة لأنه لم يرتكب جريمة هو نحن نتكلم على الأدبيات والإنسانيات صح إنما الحق أعطاه لي الله فأنا طبعا ما يجبش من الوفاء اللي يتم الحاجات أنا دي عارفها حافظا ما عنديش مشكلة فيه واحترم ده لكن هو بيقول ده هو لم يرتكب جريمة هو ليه القوانين حبس ليه إرهاب الشعب المصري حتى في قوانين المرور حبس في قوانين الرحمة لماذا الإسلام مستهدف ضم بقى هيقولك ده تضم على أخواتك يا أحمد يا كريمة وربنا يستر عليك ومن دولكش قضية انضمام لتنظيم المرور مثلا بس يعني ده بتاع للشريعة لما تعمل قانون يا أبو لهب أرجع للتعشة لا يسأله قوله في حبس خد رأيه حتى يمكن الفعل إنما أنا بقلت إن أنا أحباسه خلاص أحباسك طبعا إن واحد يتجوز على مراته لازي يكون عنده الشجاعة من يقول لها ده ده طبيعي يعني رأيي كده وإنه يراضيها وزي ما قلت لك مبارح ولا تكلمنا في الموضوع ده مبارح إنه مسألة هو حق لكن عليه الشروط فيه التزامات فيه التزامات عليك تعملها تباك كويس تعمل لاش خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى بيقول لك التصوير مع قناع توت حمخة أمون بألف جنيل الأجانب وبخمسمائة جنيل المصرية أيوة تخش تصور معا من جوه من بره بمثل وخمسين من جوه بخمسمائة من خارج الفاترينا بخمسمائة ومن داخلها تفتح لك الفاترينا وخش أمال الصورة مع السيسي بكام تباك فرد إن في ناس عاوزة تتصور مع السيسي أنا رأيي أنتوا تعملوها مع السيسي أحسن أنتوا تعملوا خامين مستهلك هاتوا السيسي وعملوا صورة وواحد بيعمل له كده معايا ساعت المخرج يعمل له كده مثل يعمل له بيده كده أو يعمل له كده ده يجيب فلوس كتير أهو على فكرة والله لو حطيته في أي ميدان بعد الكورونا ما تمشي في فرانكفورت ومشي بقى زي المسالة كده وزي العصار هيجيب فلوس كتير كده باليورو تتعرف حد يتصور مع السيسي مش هيتصور يعني ايه هابن كده واللي عاوز يتصور بس بدون ما حرك ايديه بخمسة يورو حرك ايديه بعشرة يورو لما اخذ قال له كلمة كذا وكذا بخمسين يورو بصراحة محدش يهزاقه ايوة قال له رفع البنطلون لفوق عند سيدرك بمية يورو حاجات كده بقى وقول حاجات الحلوة تزود الميكياج بتاعه وتحمر خدوده زي الست ما كانت عاملاله في اللقاء التلفزيوني بتاعه بمية وخمسين يورو اعاوز ايه تصور معابي تي شيرت زي محمد بن سلمان الصورة الشهيرة بمية وخمسين يورو تصور واقف بثلاثين تصور قاعد بخمسين والله السيسي يجي فلوس كتير جدا احسن من فرعه فرعه انا سيسي سمعتن زي الفل ياهلك السيسي السيسي انا سيسي هلومة هلومة يا قوم يجي السيسي على طول اخر صورة معانا خالد الجندي بيقول لك ناس يقوم انه لن يزلم طفل او امرأة في عصر السيسي ناس يقوم حقيقة انا معافش الصورة دي مناسبة ولا دي قديمة لما كان حلق دقنه وحلق شعره وصاب حواجبه حاجة مسخرة وخالد ده مش هيبطل مسخرة رجل مسخرة يعني مال الست اللي دي كالنهار زهر قدام النيابة ومعها طفلها وكانت مختفية قصرية كانت مختفية فين عند عم همتها مسلا مش مختفية في واحدة ست محيدة بكلية في جامعة تانتا اتعدت هي وابنها الطفل قاعد احداشر شهر يا طارق انت والراجل ده دول مش مظلومين يا حاج تب اقول لك على واحد مظلوم والله العظيم اخويا في السجن ما عملش اي حاجة ولا يعرف اي حاجة ولا يضع علاقة لا بالسياسة انا من بعيد كل توماتهم ان اخوزهم ولا في اي جاء ودخل ودخل ودخرك من النيابة مرتين وطلع براقة ويتعمله يعني الوات ده مش مظلوم يا خشا والست دي وجوزة لسه مظهرش ده بيطلعون بالحتة اه اه والله قسي الناس تقول لك الحمد لله ده احنا شفنا الوقت الحمد لله ربي اشتركوا في القناة